مليار وستمائة مليون دينار عراقي هو المبلغ الذي خصصته حكومة أقليم كردستان للدراسة الكردية في كاركوك وذلك لتجهيز المدارس الخاصة باللغة الكردية بكافة المستلزمات مع بدل عام الدراسي الجديد وقد تم تجهيز هذه الغراض من قبل وزارة التربية في حكومة الأقليم وتم نقلها من مخازن نقليم إلى مخازن كاركوك العيدة للدراسة الكردية والآن قمنا بالمباشرة بتوزيع تلك الغراض للعيدة للمدارس والتي تتضمن أجهزة الإسانساخ والطابعة والأجهزة اللابتوب الكمبيوتر وخزانات المياه ورحلات لجلس الطلبة وقد تمتوجعها إلى المدارس بكل إنسيابية وعدالة كتب جديدة لملاهج الدراسة الخاصة باللغة الكردية والمستلزمات من الدفاتري والقرطاسيات بالإضافة إلى تأثيث المدارس بصورة كاملة مع تجهيزهم بالأجهزة الضرورية من أجهزة الطباعة إلى الحواسيب وغيرها نشكر حكومة أقليم كوريستان على تخصيص مبلغ مليار وستمائة مليون دينار عراقي لتوفير المستلزمات والمواد التي يحتاجها المدارس الكردية في محافظة كاركوك وذلك يحتاج المدارس الكردية في هذه المحافظة وخاصة في بداية العام الدراسي الجديد مدراء المدارس أبدوا عن امتنانهم وتقديرهم لمبادرة حكومة أقليم كوريستان واعتبروها خطوة جيدة مع بداية العام الدراسي الجديد والتي جاءت في الوقت المناسب لكي تكمل كافة النواقص التي كانت تعاني منها أغلب المدارس بداية كل سنة أقليم كوريستان مشكورا يبادر بتجيز المدارس الكردية في محافظة ومستلزمات الدراسية المتوفرة لديه احنا بصراحة نثمن ونشكر هذه المبادرات القيمة التي دائما مع بداية عام الدراسي الجديد تزود مدارسنا بالمواد اللازمة نشكر حكومة أقليم كوريستان على هذه المبادرة الجيدة بالتزويد مدارسنا في محافظة كاركوك بمستلزمات الإدارية للمدارس كاركوك حكومة أقليم كوريستان تضع على عاتقها دائما توفير جميع الاحتياجات الخاصة بالمدارس الكردية ورغم أن هذه المدارس تابعة إداريا للحكومة الفدرالية لكنها مع ذلك لم ولن تلقى منها أي دعم جير سعيد زا غروس تي في كاركوك